أهلاً بحضراتكم من جديد في البداية برحب بأبطالنا طبعاً الكابتن أحمد الجزار مساعد مداري فريق منتخب مصر الناشئات اللي حاصل عبدالطود أفريقيا وتأهلوا الكأس العالم وأحد أبناء النادي الأهلي أهلاً بك كابتن أحمد أهلاً بحضراتكم تنورنا وألف من يوم مبروح بنور حضرتك والله بارك في حضرتك بنرحب بأحد نجمات الفريق وابنة النادي الأهلي والحقيقة اللي كان لها دور أيضاً هي وأختها التوأم وآية الفئي في فوز اللي هم لعبات النادي الأهلي في فوز الفريق طبعا ببطولة أفريقيا وتقاهل لكهاز العالم هاجر علي برحب بك وآلف مبروك يعني أفضل صاني ألعاب البطولة حاجة جميلة في بداية مشوارك يعني الله يبرك حضر لك شكرا إن شاء الله تتشرفين في القادة إن شاء الله طب إحنا إيه رأيكم إحنا جهزنا تقرير يعني بيتكلم عن البطولة ورحلككم كمان مع البطولة أعزائي المشاهدين إحنا جهزنا تقرير يمكن هيلخص لكم القصة إيه واللي حصل في البطولة خلينا نشوفوا التقرير أجل لحضراتكم ده توج المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت ثمان عشرة سنة بقيادة مديره الفني شريف عزبي بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ الفراعنة بعد التكويج باللقب الأول عام 2010 وحصدت شبات مصر اللقب بعد فوزهن على منتخب مالي في النهائي بنتيجة 68-63 في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم ثلاثة باستاذ القاهرة الدولية واستضافت المحروسة البطولة خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع من ديسمبر الجاري وشارك فيها ثلاثة منتخبات وهم مصر، مالي، السنغال وضمت قائمة الفراعنة في البطولة ثلاثة لاعبات من النادي الأهلي وهن التوأم هالا وهاجر علي وآية الفقي إضافة إلى وجود كابتن أحمد الجزار في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وقدمت ناشئات منتخبنا الوطني ملحمة كبيرة بفوزهن على منتخب مالي والذي يمتلك العديد من اللاعبات المميزات ليصعد منتخبنا الوطني لكأس العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2021 نجحت نجمة القلعة الحمراء هاجر علي في الفوز بجائزة أفضل صانعة ألعاب في البطولة القارية وهو ما يؤكد على ريادة النسر الأهلوي في القارة الإفريقية ويشير إلى قدرتنا على المنافسة على كافة الألقاب خلال الفترة المقبلة ليمتلك الثلاثي الخبرات اللازمة والتي ستؤهلهن لمساعدة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة كابتن علي هاشن المدير الفني للفريق في كافة الأحداث والبطولات المقبلة أهلاً بحضراتكم الجديد دي القصة باختصار يمكن كابتن أحمد البطولة من الأول يوم وفيها صعاب كتير جداً كلمني عن الصعاب اللي مرت بيكوا عشان الناس تعيش معنا الأجواء اللي انتوا عشتوها طبعاً هي احنا مرينا بشوية ظروف صعبة جداً يمكن من البداية يمكن البطولة الكاتر مفروض تبقى في آخر شهر ديسمبر البطولة تقدمت بقت يوم 1 ديسمبر فطبعاً زوحك عارف كان فيه تخطيط وبرنامج إعداد طبعاً حطه كابتن شريف عزمي للمنتخب فطبعاً ده كده بدأنا الفترة قلت 3 أسابيع بدأنا البطولة يوم 3 ديسمبر احنا كانت البطولة مفروضة يوم السبت فجينا يوم الأربع أن البطولة هتبقى يوم الخميس في التمرين آه يعني آه دي حقيقة تاني يوم ماتش كمان قبل كده معسكر سربي اتلغى كمان معسكر سربي بسبب فيوس كورونا بالزبط فاحنا كنا في التمرين اتقل إن بكرة خلاص البطولة وهنلعب من دورين وأول وتاني هيبقى فاينل على كاس البطولة كنت عرفت عدد الفرق يا كابتن آه كنا خلاص اتأكدنا إن 3 مالي والسنغال وإحنا منتخب مصر وطبعا إحنا كنا لحد آخر وقت موجود 15 اللعيبة في المنتخب آه طبعا زي ما حكي عايزة اللوايح والقوانين لازم 12 اللعيبة وتبقى موجودين بس في القايمة الفريق آه عملنا مسحات آه يعني على بالليل كلا بعد التمرين مباشرة في رأي كله عامة مسحات والجهاز الفني آه ويجينا طبعا كان صعب جدا استبعاد ثلاث لعيبات من المنتخب يعني كنا 15 لقى كان كله الحمد لله آه كله الحمد لله آه الحمد لله بس كان طبعا زي ما تقول حكي احنا كنا 15 لعيبة موجودة في المنتخب فقال لازم يتم استبعاد ثلاث لعيبات ترى صعب صعب جدا 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 يعني كان نفسيا و آه أثر كمان عالا الفرق شاف ان هو أثر كمان لما دخال حراقي حد يكون معاك في القوضة و من الاول للمعسكر ويجي قبل البطولة كام ساعة وتقوش موجود معاك طبعا ده أثر علينا كثير طبعا طبعا و ف تم استبعاد ثلاث لعيبات دا ما بيقللش منهم خالص ثم التالة لعيبات ممتازين جدا بس يعني هي ظروف البطولة لازم ان يتم الاثناشر بس يكون موجودين في المنطقة جدا طبعا على كابتن شريف حتى ذات نفسه يمكن كابتن شريف كان بيحاول يأخر الاستبعاد هو يعني مش عايز يعني طبعا دي اكيد كلهم بناته هو عايزهم يكونوا كلهم معا دي حقيقة دي حقيقة مش قبل الخمستاشر لا ده قبل الخمستاشر كمان كان كل ما بيجي استابعت حد يقول انتو نواة المنتخب المصري الاول انتو احسن بنات موجودة في مصر ودي حقيقة فروحنا للمباراة جينا في الكورتر التاني لأ في المباراة كابتن شريف عزمي حصل له ايه اما انا بقول له حالك احنا جينا في الكورتر التاني فريدة تامر في الملعب جي كابتن محمد عبد المطلب بناء برس التحد تكلم كابتن مصطفى هدهود مدرب العام وقال له ان نتيجة مسحب تاعة فريدة تامر ايجابية وكوتش واحنا في المطر بدأنا المطر والمهندس محمد عبد المطلب بناء برس التحد زلكوا الملعب. ووطى على الجهاز الفني قال له ان كابتو شايف عازمي ومين كان. وفريدة تعمل لعبة نادية الجزيرة. كان بتلعب في الملعب. وكانت في الملعب. لا احكي لي دي بقى حصة اللي عملته هي. ده يا كوتش ما عايز اروحك ان كابتو مصطفى قال يعني سحبناها فورا طبعا. يا حبيبتي دي زمانها. طبعا. ما بقول حك يعني اثر بالسلب جدا على على اللعيبة يعني كل اللعيب احنا في الماتش. فكل اللعيبة بدت تسأل. طبعا. هي فايدة فين طب اللي حصل. طب بالزبط كده. طب كابتو شريف عمل ايه. وكابتو شريف كان. يعني بس احنا يعني اه كابتن مصطفى ما قالش الكابتو شريف. ان بعد المباراة. وكابتو شريف طبعا كان بان عليه التعب جدا الحقيقة. كان بدأ ايه بتعب. ربنا يا شفي طبعا. ربنا يا شفي طبعا. ربنا يا شفي. ربو لسه تعرمني غد وقت كابتو شريف. للا اسر كابتو شريف عزمي يعني من اول مباركس بنها الحمد لله. ده اول مراء خسرنا. خسرنا. طبعا. مباركس مالي. اه مالي. ويعني حتى يعني ظهرنا بمظهر مش يعني مش مستوى اللعيبة. مش هزول مظهر سيء. بس ده ما كانتش مستوى طبعا. الخضة واستبعاد اللعبات الصبح. وكل ده طبعا. اثر على مستوى الفرقة. طبعا. وحتى البنات اتأثرت احنا كجهاز اتأثرنا طبعا. لكابتن شريف اه يعني ممكن ما يكملش معنا البطولة طبعا. بس الحمد لله رب العمين اه. مجرد اكده مش كويس. يمكن هاجر برضو يعني الكابتن احمد بيتكلم على صعاب. انت يعني مرتو بيها انتو. انتو انت شفتيها ازاي من بداية الصعاب دي. انت شفتيها كلاعيبة بقى ازاي. يعني بصراحة واقت مفاج وماتش جامد. الفرقة دي جامدة قوي. مالي طبعا. يعني اتفاجئنا اصلا يعني كانوا حتى الصنغال لو كان الصنغال مش هتبقى زي مالي شمالي بطل افريقيا. مهم اللي كنين بيتبادلوا. دي مرة بطل ودي مرة بطل. اول حاجة اصلا مفاجئة ان احنا في التمرين ماتش بكرة. مم. وكان لسا كنا عددنا مش كامل ما خدناش على بعض الاثناشر. اه وطبعا احنا كلنا بنات يعني اخوات اكتر من اخوات عادمة بكتير قوي. طبعا اكتر قوي. طب طعم الملعب وهي اصلا بتلعب. احنا كلنا بنسأل يعني مش مركزين في المطر بنسأل هي فين تلعت ليه? وطبعا كلنا كنا زعلانين عشان فريدة وكابتن شريف. طب هي 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 اخبارها اي دلوقتي? تحسين الحمد لله. اه الحمد لله كويسة جدا. اه. وعملت المسحة التانية وكويسة بعد كيها نزلت تلعب معنا. تمام. طب هاجر كلمين عن الكاش ده. اه. بتبصيروا بفخر جان. يمكن اول بشوار وتبقى واخد بطولة اذا حاجة حالي. اه. صراحة انا تع ايبت او يا عبال ما وصلت. طبعا اكيد. اكيد. اه بس الحمد لله ده اللي دوت عشان اه فرقتي تعاونت معي ما جيبتهش لوحدي. اه يعني لو لوحدي مش عرف اجيبه. طبعا. الله نزحة. كلنا تعاوننا مع بعض. اه فالكاس دوت لنا كلنا. اه والحمد لله ده كان متوفيق ربنا. بس الحمد لله. طيب قوليلي يعني ده طبعا كاس افضل صنق العاد. كان مين بينفسك في البطولة في نفس المركز يعني في نفس المركز. انت كنت شايفة مين اللي بينفسك. يعني. من جوة فرقيتك ونمار فرقيتك. اكيد بيبقى فيه كمبيتش ان شايفين يعني مسلا في السنغال كان فيها بوين جاردي كويس مسلا. اه. مالي كان فيها بوين جاردي كويس. اه. يعني وكمان احنا في. يعني انت اخدتين ميخدتوش كده بسهولة. انت كان فيه نسمة نفسك. لا. لا طبعا. واقوى منك بدنيا. اه. 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 اه كويسين جدا كمان يعني حتى دول اقوى فرقيتين نزلوا. اه. حتى مش فرقة خفيفة. فكل واحدة في البوزيشن بتاعها. لا هي كويسة يعني تنافس عليه برد. طب هاجر انت اختك هالة معاك في الفريق التوقع. اه. 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 اي ده تعليمات من بابا ومبا وانا. لا لا. طب. احنا بنحب لهم مع بعض عشان بنتكلم مع بعض كتير. هاجر ما انتوا قاعدين مع بعض في. ايو لا. بس احنا يعني في المواسكر يعني بجد لا احب نحب لهم مع بعض. محبش نغير. تعودنا بقى. طب وكابت الشريف ساب الموضوع دي عادي. اه لا احبت الشريف بصراحة كان كويس قوي في الحتة دي. يعني كل وا احد مرتاح مع حد بيوض مع اي. وغير كده احنا كلنا يعني اللي بقاعدين مع بعض برضو يعني مش اربعة وشرين ساعة مع افروضة. بقاعدة مع مسلا الناس يعني. طب قوليه طب انت 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 يعني برضو لما تبقى في بداية حياتك كنت عبدوط افريقيا في مصر وبتاع. يعني برضو وصفيني شعورك انت كنت فرحانة ولا خايفة ولا يعني وصفيني شعورك. برا في بيتي يعني وجد هيك حلوة قوي عشان في مصر ووسط اهلي والجماهير. وجد يعني والاتحاد كله كان موجود كان ب يدعمنا بجد الاتحاد يعني شكرا جدا لي. ويعني كنا عايزين الحمد لله اللي احنا يعني خدنا اول عشان نبسة الناس. والناس كانت فرحانة لنا قوي. اكيد. فزي حاجة كويسة يعني. بس انا عايز اعرف منك تفاصيل اكتر سوية هاجر بس اعرفها منك بعد الفاصل. عزيزي المشاهدين هنطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا الحقيقة. كواليس انا نفسي مكنتش حقيق عارفها ولكن هنعنا في تفاصيل اكتر ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وب مستقنف حوارنا مع كابتن احمد الجزار مساعد او مدرب مساعد فريق اه منتخب مص ناشئات واللي حاصل عطلود افريقيا وكمان هاجر علي نجمة الفريق واحسن صانع العاب فاقر افريقيا. كابتن احمد يمكن اصابة اللي رأس الجهاز. الكابتن شريف عازمي المدير الفني واستبعاده من البطولة. اكيد عمل لكم دربكة ككهاز فني. عادتوا مع بعض عملتوا ايه? هو طبعا زي حاجة بتقول فعلا بس يعني اعايز اقول حاجة ان الكوتش كان دايما في الماتشاط والودية وكده كان مدي ثقة كبيرة جدا لكابتن مصطفى هدود المدرب العام وحقيقة كلنا بصراحة يعني مش الدكتور مش الدكتور مصطفى هدود بس. فطبعا احنا يعني كان عندنا ثقة كبيرة جدا في الدكتور مصطفى ان هو راجل برضو ليه خبرة طويلة جدا. طبعا. ومسك منتخب مصر الاول مع المدرب الاسباني بالزبط ومع كابتان صاحب حميد وغير بقى طبعا مشواره مع الاندية. فالكوتش طبعا بعد اصابته دي يعني عارفة ما حاجة يكون يعني الراجل الاول مش موجود فاحنا طبعا فيه توتر شوية احنا قبل اي حاجة وقبل الباسكت احنا خفنا على طبعا. طبعا. بس فالكوتش طبعا يمكن تاني يوم عطول عملنا التمرين كان عندها تميه بقى استعدادنا لمبارات السنغال. الكوتش اتكلم مع اللعيبة كابتان مصطفى هو كابتان مصطفى كمان بيتماس بالاسلوب يعني الهادي كده الحوار الهادي كده مع اللعبات. وبتاعة اتكلم معه جدا حقيقة. اتكلم مع اللعبات وخلي عندكو ثقة. فكان طاقة اجابية كبيرة جدا اللعبات اديها في التمرين الاخير. واحنا عمل معنا اجتماع. اه. في بعد التمرين يعني كجهاز فني. اه كابتان مصطفى فاكري طبعا. اه كابتان ماجد. انا واتكلمنا واه. وقلنا يعني شوفنا كده كنا احنا اه اتفرجنا قبلها على ماتش السنغال ومالي. اه اه اعملنا بقى سكاوتين كده للماتش. كليت ضلمة ها? انت قلتوا كده الفرق تيم دول. اه دي حقيقة. بس عفارك لما بيلعبوا بعضيهم احنا بنخاف. بالزبط. احنا بيلعبهم ببقى موضوع غير. دي حقيقة. دي حقيقة. دي حقيقة. بس احنا اتفرجنا على ماتش السنغال كويس. اه ومالي. واتكلمنا على فرق ويعني جبنا معلومات كبيرة جدنا على مع مع فرقة السنغال وشفنا الطرق اللعبة بتاعتهم. اه الهجومية والدفاعية وكل حاجة. ون مصوفة نقلوا للعبات في المحاضرة اللي قبل المباراة. وقلنا احنا عملنا اللي علينا وما فيش تبقى يعني. مكانش بيكلمكم مسلا في التليفون يشوف الماتش في تلفزيون يكلمكم. طبعا. اصناع المباراة كان بيطلمكم. كان نكلم فيديو كول. اه كان البنات بتحرص انني قبل ما تروح الماتش نكلمه فيديو كول. اه حتى بعد المباراة عايز اقول حاك ان احنا بعد مكسبنا. محاضرة اونلاين. بعد ماتش السنغال كمال لا مكسبنا روحنا له في الفندق تحت الاوضة واعدنا بديله. يعني بجد اه حب البنات لي كان اه كان دفع قوي جدا جدا. ودور بقى الكابتن الرحابة الغنام. اه. بنت النادي الاهل. انا شت بيها الحياة في بداية. حاجة كده اقول له حضرتك يعني حاجة ما تتصفش الحقيقي. اه شوفنا بتتنطط وبتشجع. يعني كابت الرحابة يعني بجد ما الواحد ما كانش مصدق اه يعني حاجة تانية بجد. اه طبعا. ونقلت بقى خبراتها للعبات وكان بتتكلم مع مع اللعبات لوحدها ومع الجهاز الفني وشوف انتوا عايزين ايه واللي انتوا ع اعلم له. لأ كابت الرحاب كت اه. طبعا لها دور كبير. جدا جدا. انا عايز اسأل هاجر بعد ايه ازنا كابتن احمد. طبعا. يمكن انت كلاعبة. تمام? ومرضو حتت ان المدير الفني برضو المدرب اللي انتوا مرتبطين به طبعا عن استبعاده وجي الجهاز الفني طبعا عن قادة كلكو اسرة واحدة. بس اكيد فرقة مالي ماتش النهائي يعني كلام على ماتش النهائي. كان كسبتكو في المجموعة وانتوا خلاص تأهلتوا كاس عالم. طب قلتوا البعضي لا خلاص كده احنا تأهلنا كده وتعشت خلاص ونزل نخسر ولا قلتوا ايه لبعضيكو قبل مباراة مالي. لأ لمينا نفسنا وقلنا ان احنا نازم ناخد نكسب اول ان شاء الله يعني عشان اللي هما مش احصل منينا في حاجة احنا بس محتاجين نركض شوية وكمان عشان كنا مسرورين ناخدها عشان تبقى هدية لكابتن شريف. شفت الكلام. طبعا والله. يعني لكابتن شريف لو يتفرج علينا هيبقى سعي جدا. طبعا. حاجة كبيرة جدا. جدا كابتن شريف. ولينا الشرف كله اللي احنا اتمرنا معاه. آآ بس والهدية دي كانت لكابتن شريف ومجلس الادارة طبعا كله عشان كان وصد فينا ثقة بجد كبيرة قوي. واللي هم اصلا بينزلونا بمرعب انتو هتكسبوه. ان شاء الله. وفعلا كان بيحصل. وحصل. طب قوليني بقى انت في آآ يعني بنت النادي الاهلي وكابتن عمر صبر هو المدير الفاني وعلى فيك كابتن عمر صبر كان قاعد مكانك من حلقتين وقشات بيك انت طبعا وهالة جامد وقاية وقشات بيك وجامد جدا جدا ج اسمنا يكون كايسا أو. نادي الاهلي ضفلك ايه? نادي الاهلي وجودك في نادي الاهلي ضفلك ايه في المنتخب خلى فيها تأثير كبير للمنتخب؟ آآ خبرة طبعا. وقد Еتمار مع كابتن قويسة كابتن احمد إبراهيم وكابتن يونس وكابتن عمر دفوه لي طبعا كتير في الملعب وبرا من ملعب. وأن انا ألعب في system. عشان في النادي الاهلي eh system. تبعا كي صح. طبعا في المنتخب ما كانتش حاجة جديدة عليها ليس لأن اللي هلعبه في الملعب بسيستم كنت بلعبه في النادي قبل كده. فمكة يعني. ما حاستيش بغربة ما حاستيش اني فرق كتير. ما حاستيش بحاجة. خالص. نفس السيستم هو اللي بيهنه هو اللي هنا. خالص نفس السيستم والنظام اللي هناك في الاهلي في المنتخب. طيب قولي لي مين يتعب معاكو اكتر بابا ولا ماما? اللي اتنين حقيقة. ملاشي لك بس ادرات الدبوليسية مش هينفع. مش هينفع لاجابات الدبوليسية. لا قولي لك مين? انا عاير. بس اكيد في حد تاك. ما حدش هزعل منك على فكرة. اكيد في حد تاك باكتر شوان. ولا يعني بابا بيودينا ويجيبنا وماما بقى في البيت بقى اكل. طبعا ما البنت بقى بص ما البنت حرينة بابا. خلي بالك حتى لو الام بتاكل ومتشرب وتود. هتلاقي بتقول لك اصل بابا شوف بابا بيودينا ويجيبها. هتلاقي بابا وبيشجعوك جامد او يعني. ببنا خليهم لك يا رب ان شاء الله. وهتلاقي انت برضو لما كسبت اكيد كنت فرحالها شبابا وما فرحالها. اكيد طبعا يعني في صراحة كنت مبسوطة ان هم مبسوطين ان هم شايفين يعني مش بابا يا مامتي بس اي حد وليه امر ان هم شايفين بناتهم يعني جايبين حاجة كويسة وفي بلدهم. هجر مين مسك الاعلى? ولاد وبنات. يعني مش لازم يبقى بنات يعني ممكن يبقى العيد مسلا. اه بنات. اه. اه. سرايا وندين سراوي. طب. وولاد. اه مش عارفة يا بس انا بحب العيب اهاب امين يعني. اه بحب العيب اه. اه شوية شوية كده. شوية برضو. يا اه. احسن عيب بصي ده. طب كويس ان انت متابعة برضو عارفة. متابعة برضو البسكت بره يمكن في سنكو بيتابعوا البسكت بره. متابعة بره ولا? يعني مش قوي. مش قوي اه. طب كابتل احمد قولي انت عندوكو بطولة عالم. اه كاس عالم الناس عشمانة. طبعا انا عارف الامكانات هتبقى جبارة هناك. اه بتستعدوا ازاي? شايفين ازاي? احنا عايزين تمثيل اه جيد مش مشرف. انتو هل ده تموحاتكو برضو ولا لا? اكيد طبعا كله تأكيد احنا اتمنى يعني مش قصة بقى تمثيل المشرف كفاهينا تمثيل مشرف. احنا طبعا لسه لحد اللي كوتش ربنا يأهموننا بالف سلام ان شاء الله. اه هو لسه. طعبان شوان. اه فلسه ما فيش اجتماع اه تم ما بين الجهاز الفني وما بين طبعا اه عضاء اتحاد ماسكو والسالة. طبعا كابتن عمر المصلحي اللي كان داعم جدا. ايسلاكت المنتخبات طبعا. ايسلاكت كابتن واللطفي اه اه ادار المنتخبات. مدير ادار المنتخبات. كابتن محمد عبدالبطري. الحقيقة كل عضاء مجلس الادارة كان وورا في الظاهر المنتخب ده. طبعا. فلسه طبعا ما تمش اجتماع ولا حاجة لما كوتش يقوم بسلامة اكيده هيتم اجتماع ما ما بين الكوتش والجهاز الفني يعني ومع مع مع اعضاء اتحاد مصر. عشان تشوف الفترة وكاس على المفهود امتكب. اه في شهر ثمانية ان شاء الله الفين واحد وعشرين. طبعا هكون الدنيا ارتاحة بقى. بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. ان شاء الله. كابتن انا من اول يوم دخلت فيه اتشرفت ان انا كنت موجود في منتخب مصر. كان عندي هدف واحد ان انا اتعلم من كابتن شريف. كابتن شريف طبعا قامة كبيرة جدا في في الباسكت ما فانا كان انا بحب يعني بوجه له الشكر جدا على الفترة دي وان شاء الله مكاملين في كاس العالم. نفس الكلام كابتن مصطفى هدهود برضو من مداربين انا تعلمت منه جدا. كابتن مصطفى فكري من مداربين الممتازين. كابتن ماجد. او كابتن ماجد من الناس الموجودة واحد من ولادي النادي برضو الاهلي. فكلهم صراحة كان جهاز فاني حتى الجهاز الاداري كابتن مشيرة واحدة من ولادي النادي. ودكتور ياسمين. دكتور ياسمين من اه. فطبعا يعني انا بوجه له شكر جدا اتعلمت اكيد الفترة اللي فاتت دي. وطبعا منساش دور بقى طبعا يعني زوجتي طبعا تحملت كتير اول فترة اللي فاتت. اه. يعني معسكرات مع المنتخب. وفياب. وبالزبط كده يعني فا. كابتن انت ستاها كل خير. ويعني نشكر حداك على هذا اللقاء. ونضم طبعا صوتنا رسودك. ونشكر كل حداك شكرتهم. يعني ده طبعا حاجة مميزة للمصر كلها. شكرا جزيلا كابتن. ربنا خالك جدا يا كابتن. حاجر بشكرك شكرا جزيلا. وانتي متحدثة جيدة جدا جدا جدا. شكرا جدا. شكرا. وتمنية كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نكمل طبعا صهرتنا مع ابطال افريق او بطلات افريقا للنشآت. واللي تأهلوا لكاس العالم ولكن بعد الفاصل.